مساء النور يفند حيثك معطرد على ايه بقى يعني الراجل اللي بقى قتل ابنه ويعيش كده في وسط بقية العيال عادي يعني هو عنده ثلاث اولاد مسلا تسبب في الوفاة فقتل ولد منهم نعم الاولاد اللي بقين بقى يعيشوا مع باباهم اللي قتل اخوهم ده عادي من غير ما ياخد اي حقوبة تمام يعني ده اللي احنا بنعلمه للأولاد اقتلوا عادي وخير ان شاء الله تمام تمام خلينا الاول نشكر ساتة نايبة على مبهودها الكبير في انها تفكر في سياغة هذا الخانون بس خلينا قبل ما نتكلم عن وضع الاب ايه او الام داخل الاسرة وحياته الاجتماعية شكلها ايه بعد ما تسبب في وفاة عضو من اعضاء الاسرة ابن من الابناء حيثك تعني تسبب منا دي برضو فيه نقطة يعني ممكن يكون لقدر الله يعني بيعاشتك ابنه زي ما احنا عندنا في مصر كده كل ما واحد يمسك عيلي يروح زمين من البلكونة مات مثلا وفيه واحد بيقتل ابنه لانه عنف عليه في الضرب لما الولد مات تمام تمام ده حضرتك كده فتحت الباب لا هو الاجابة على السؤال ده مديبقاش عندي لان الاجابة على السؤال ده انا عارفه كويس جدا فضل لان الموضوع مرتبط بالفهم الحقيقي للسياسة التشريعية والفلسفة اللي كان بيسعى الى تحقيقها المشرع المصري وهو بيعمل القانون 12 لسنة 98 المشرع المصري لم يكن غافلا عن هذه الامثلة كان عارف كويس قوي الفرق بين الاهمال والتعمد والفرق بين الحبس والسجن لما يبقى العقوبة الحبس لان المشرع بينزل بمصاف هذه الجناية من مصاف الجنايات للجنح ويعتبرها جريبة من الجرائم البسيطة لانه ما فيش تعمد في ان الاب بيقتل ابنه اوه اين فرق بين الحبس والسجن يا فن الحبس في الجنح والسجن في الجناية بس في الحالتين بتحبس يعني في السجن اللي برضو محبوسة لا لا ده الفرق جبير جدا ده الفرق جبير جدا وفي مؤلفات من الكتب عشان نقول الفرق بين الجناية والجنحة وان الجنحة حبس عقوبتها الحبس وده بتحط في السجون العمومية والجنايات بتبقى في اللومانات وما ينفعش نخلص نوعية الحبس بين المتهم والمحبوس في جنحة والمتهم والمسجون في جناية وإلا يبقى فيه اضرار خلينا نتكلم تاني ونوضح ان الامثلة مختلفة جدا بين الاهمال وبين حد اسمها اسباب الاباحة التربية واللي منها الضرب وهو احد صور التربية يدخل دمن ما يعرف في القانون المصري باسباب الاباحة واللي بتدي لأب الحق في التأديب فيضرب ابنه للتأديب لكن الضرب شكله ايه صور الضرب ده دركته وجسامته اذا الضرب ده كانت ضرب وفقا للمجرى العادي للامور للمجرى التأديب وفقا لأليات المجتمع وظروفه ومعتقداته اللي هو ضرب ابنه الضرب البسيط للتأديب لا يعقل انما اذا كان الامر يصل الى ان يعمله في العالم كله لا لو طلب تليفون بياخده يعني لا 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 انا والله مش هقول علاقات مش هقول انا مكنتش هقول كده حاضر هقول حتك ورجع لسيتك تاني انا مش هتكلم على المجتمع الغربي المختلف عن مجتمعنا لأ انا هتكلم ان كل طبع انا مش هتكلم بك انا بتكلم ان كل الدراسات النفسية في العالم كله اثبتت ان ممكن نصل نفس النتيجة مع الاطفال بدون ضرب طيب انا مع احترامي كل الدراسات النفسية اللي حضرتك بتكلمي عنها أنا عندي دراسات تانية بالنسبة لي أولى وأهم أنا عندي دراسات شرعية وتشريعية بتتعامل مع هذه النوعية من الأحوال أو الظروف إحنا عندنا حديث شريف بيتكلم عن تربية الأبناء وتعودهم على علموها في 7 وضربهم لعشر ده مقدرش أقول أن الدراسات النفسية بتخلف حديث النبي أو حديث النبي بيخلف لا أنا حديث النبي بالنسبة لي أصدق وبناء عليه فكرة الضرب زي ما الضرب للزوجة فأجورهن في المنضاجة وبأضربهن وقصود بالضرب كان الضرب بالسواك اللي هو دلالة على الغضب مزعب وهو أحدك اللي بدرب أولادهم ولا ستاتهم بدربوا بالسواك لا ما هو دل لحنا يعني إيه اللي بتروح الأسر العيني متخرشمة دي الضرب بالسواك درب مش أقدر عليكم تلاتنين يا دكتور حلولي بس عشان أقدر أرد عليكم إنما الضرب المجرم هو اللي تجاوز حدود الإباحة مصبوط الراجل اللي أدى إلى عهة مستديمة لابنه أو اللي أثر فيه جسديا بنوع من أنواع العجز ده هنا خرج من دايرة المباح ووقع في دايرة المحظوم مصبوط ما بقاش هنا إهمال وإنما هنا بقى تعمد إزاء حتى الإهمال برجات فيه الإهمال البسيط الأم اللي سابت ابنها جنب منها والتفتت تغير لخوه فحط رجله على الكرسي وطلع نطم الشباب ده نوع من الإهمال لكنه مش الإهمال الذي يرقى إلى درجة الجسامة اللي يستوجب مسؤوليتها الجنائية ابنها يموت والدكتورة تحبسها عاصف سمينة لا لا أنا ما قلش كده يا دكتور أحمد لا 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 سنة يبقى أتكلم لا طبعا هي الإهمال لي درجات زي ما قاله الدكتور أحمد والإهمال بدرجاته لي عقوبات وأكيد المشرع حطت العقوبات دي وأكيد القاضي اللي بيحكم بيبقى عارف ده إهمال متعمد ولا غير متعمد الإهمال ده المشرع المصري في القانون قال إنه حنعمل محضر إداري ويتحفز المحضر ومش حنحبس للأب ولا الأم نظرا للرحمة لأنهم دول ابنهم ما نحبس الأب والأم وهل معقول إنه إنه كل الإهمال زي بعضه يعني أنا لو مثلا زي بحادثة المينيا الأم اللي خدت ثلاث ولاد وغرقتهم علشان عنده في الطليقها ده مش إهمال ده مش إهمال ده تعمد المسؤولية هنا جنائية ومتبقاش جنحة السجن المشدد دي جنائة ومتبقاش إعدام برضه لا أعدام لو قتلته وأصدق أنا لو بإيدي لأنه أنا عارف إنه قانون العقوبات ما يوصلش للإعدام ولا حتى لو أصدق وغرقتهم التلاتة مش حيتعدم مش هتتعدم لا مفيش قانون يعدم مقرأت هالها التلاتة أيوة أصل عقوبة الإعدام دي ليها شروط لا لا وليها قاعدة شرعية لا يعدم الأصل بالفعل عشان الفعل يعني اللي يقتل ابنه ما يتحسابش لكن هتاخد سجن مشدد وتاخد سجن مؤبت كمان بس ما تتقلش ما توصلش أنا بطلبش عدام أنا بقول نغلز العقوبة علشان حفاظا على الأطفال الأهالي دلوقتي أو الأباء يعني لو بصينا لحكاية المخدرات وأن الأب ممكن بيطعطها بيعتج على بنته الأب يقتل ابنه أو بنته هل ده حاجة طبيعية عندنا في مصر ولا ده حاجة دخيلة علينا ده حاجة دخيلة علينا السنة والقرآن المنزل أو التشريع المنزل ربنا ما قالش اللي حيحصل بعد كده إيه فكان التشريع برضو في وقتها يتناسب فعلا الأب ما يضرش عشان أتى لابنه وأنا معاين يا دكتورة التشريع الإسلامي والقرآن ما صالح للتطبيق في كل زمان ومكان أنا بقول لك أنا ما قلتش أنه أنا بقولش أن ده كان في وقت معاين أنا بقول لك على فكرة أن الأصل ما يتدرج بالفرق هل لو كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام الأباء بيقتلوا ولادهم يعني وقت البنت كان حاجة مش محدش ولما جي الإسلام حرمهم حرمهم طيب لو هما بيقتلوا ولادهم زي ما احنا عايشين دلوقتي بس لا يمكن أن في جنة أو أي وقت كان ممكن يتخيل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ممكن أب يقتل ابن لأني دي حاجة ما فيش أي شرع ولادين ولا أي تخيل ولا حتى حيانة عيشها أنه ممكن الواحد يضرب ابنه لحد ما يموقف لازم يكون هذا الأب وهذه الأم غير طبعيين أو في الوقت ده إما أخذين حاجة إما تحت ضغوط نفسية أو زي ما بيقولوا ضغوط نفسية عالية جدا أو قره للأب أو قره للأم فبتنتقل ده برضو يا دكتورة يخبر من دائرة الإهمال حضرتك ده دائرة التعمد وده ما قالوش على قانون الطفل مش تعمد ده يروح لقانون العقوبات حضرتك هكي دكتورة القانون بتاع حضرتك فاصل ما بين فاصل بين الإهمال وتعمد أيها طبعا لازم يفصل أن القضي اللي حيحكم مش أنا حضرتك هتحطي أنا بقول لحاول نجرم لا مش نجرم الإهمال بس هم كانوا بيجرمه لا خلي لي عقوبة وغلص للعقوبة علشان ما يبقاش حاسس أن يعني أنا لو قتلته ده إبني ونعمل فيه اللي أنا عايز كما يمكن يا دكتور أحمد دوت يجعل الناس دعا ناخدها نوجة نظر تانية ما هو يمكننا برضو هاجعل الأباء والأمهات يرتضعوا شوية يعني لو لأت جارتها مثلا حيطك عارف إحنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في الطبقات البسيطة إن بيجوا بيخسلوا بحاجة اسمها بطاس وده الأولاد يعني في كل شبه اللبن أصلا في القرى دائما أبدا حيطك تسمع إنه هي بتخسل هوا يا حرام شرب البطاس القصة دي بقالها سنين وما زينا نسمح ليه؟ لأن يمكن هي ما شافيتش جارتها اتعاقبت لما ابنها حصلوا كده فبدأت تخاف يعني حضرتك شايفة إن هي ارتكبت نفس الخطأ عشان جارتها ما تحسلتش لأنها مش خايفة على ابنها لا يا فندب لأن ابنها بالنسبة لها مش بالأهمية اللي ممكن تكون بنفس البرجة لا يا فندب لأن الجاهل بيعيق الرؤية المستقبلية للأخطار فعادة لما حضرتك بيكون حد جاهل وما عندهوش قدرة على استعاب الواقع لازم تحط له حد تخوفه فلما بتحط حاجة راضعة مع الجاهل اللي موجود ممكن نساعد من أمل العقب أساءل أدب لي حاجة خلينا رد طيب السنية دكتور يعني فيه وقع أنا عصرتها فعلا وطبعا أنا مش عايز أقولك إن يميها كنا منهرين عشان هل يعقل إن أم تطلع تنشر في الدور العاشر حتى ابنها على كتفها وبتنشر الطفل نزل وإحنا وقفين يعني كنت تحني ونزل وفي ساعتها أقدر أنا أقول عقبها مش ممكن ولا أي عقل كفاية اللي هي شفيته كفاية ما تشوف منظره هو بينزل بس ده معناه إنها فعلا مهملة ولا مش مهملة يعني الأم اللي تنشر بطفل على كتفها ما فكرتش حتى تخطه على الأرض بلاش إنها تخطه في السرير لا يقع تخطه على الأرض وتكمل مهمات الأمهات بيتصرفهم